السلام عليكم أصدقائي أعزائي وحييكم تحية طيبة إذا سألنا شي واحد مثلا وقلنا له الحلقة بالشفرة يعني بززور في حالة طورة هذه التي تشوفها هنا كيف ترجع الشعر أقوى وأكثر سمكا ونموا معظم دلناس يقولون لك اه صحيح وهذا هو الاعتقاد السائد عند شريحة كبيرة من الناس ولكن الدراسة تقول العكس ذلك تقول هذا شي هذا ماشي صحيح هذا شيء الاعتقاد هذا هو خاطئ وأنا أقول لكم علاش لأن حلقة الشعر صوات الرأس أو لدروجة أو لأي منطقة أخرى من الجسد ما كانت بالضرورة أنه هيكبر بشكل أسرع ويسيتحول إلى الشعر كثيف لأن الشعر مليك يكون طويل وقبل أن تقوم بحلاقته يكون عنده الأطراف نائمة ورقيقة والشعر الواحدة كاللاحظه أنها كترجع السمكا أكثر عندما نقترب من الجدر دياله هذا الشعر الذي ينمو بعد الحلاقة كبير مختلف البداية كي بنغامق وفي حالي كتكاتر والكلور دياله أصبح داكن وخصوصا مليك يبدأ الشعر في النمو لأنه كيبقى يعكس الضل والسبب أننا كنشوفوه غير ديك الجزء السمك يعني القاعدة الخشنة لبعض الشعر وبالنسبة للناس الغير معزدين على حلاقة الشعر بالشفرة كيكون عندهم الفرق واضح خاصة عند أصحاب البشرة البيضاء يعني كتبلك البلاصة دي الحسنى الدروجة مثلاً حالي مائلة الزروقية أتكون لاحظتها أكيد الخلاصة داتشي وأن الشعر عندما تقوم بحلاقاته بالشفرة ما كرجعش كاتيف أو قوي أو كتسرى من النمو ديالو وإنما الشعر كرجع خشن يعني حرش والنوع المقوي والحلاقة ليست لها علاقة في تحسين جودة الشعر على حسب مقالة الدراسات ولكن الخطي للإداجين نشوفوه 200% كلامهم صحيح حيث أولاً الدراسة حسب الرأي الشخصية غير معمقة ناهيك على أن الشعر الرأس ليس هو الشعر الوجاه وليس هو الشعر الإبتين أو لا الشعر يجلس آخر من الجسم وهذا دعليه أن الشعر تقطع بعوامل خارجية في حال وششاء في مكان رطبه ومغطي بتيابه أو لا يتعرض لها الشعات الشمس أو لا يتم استخدامه على مستوى سلك المنطقة من مواد كيميائية معينة وثانياً الإنسان المختلف في التركيبة الجينية ذيالو مثلاً سكان الشمال الأفريقية ما شوهو ماشينوه يعني إذا حلق تصيره لحتي تتبدل شارك نحو الأفضل مزيان ديك شي اللي بغينه خصوصاً ديك الدرالي اللي بغين نكبره اللي حياله بكريل الموين بجربه وشوه أصلاً كيقولوا تشجريبه يا أمو الحقيقة وبالنس من البناز ما كان نصح مش أبداً يعدلو زيزوار خصوصاً في الوجه حيش ما يشي البناز كامل يجي معهم زيزوار لأن البناز مختلفين والأمر عنده علاقة حتى بالهرمونات يعني البناز من أحسن يلتجوا لطبيبات الجلد ويتشوف معهم الطريقة المناسبة لزالة الشعر من بعد التشخص ووالا أتي هذا ولك لنا الخطة شكراً جزيلاً لأي وحدو صلى هذا اللحظة من الفيديو وإذا كان عندكم شيء إضافة للتجربة شخصية في إطار ما وفي إطار هذا الموضوع فيمكنكم بكل سرور مشاركته معنا في تعليقات والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر